الموقع الأثري رجل تغنيف بولاية معسكر كان على موعد للبحث في أعماقه والكشف عن أسرار الكائنات التي عاشت في حقبة ما قبل التاريخ فيما يفوق المليون سنة نبدأ من التنقيبات أبحث جديدة عصرية متعدد التقصصات حتى نجدد البحث هنا ونبلغ أهداف جديدة لأولا إسراء المتاحف تحنى باللوقع تغنيف وثانيا تاريخ الموقع الهدف منها هو تشكيل البيئة القديمة لموقع تغنيف وكذلك علاقة إنسان ما قبل التاريخ وهو إنسان المنتصب أو ما يسمى باللغة لاتينية وعلاقة هذا الإنسان والبيئة التي كان يعيش فيها منذ حوالي مليون سنة عملية البحث التي كانت تحت إشراف خباراء آثار بإشراك طلبة لتكوينهم نتج عنها العثور على آثار مختلفة تعتبر فرصة ذهبية بالنسبة لنا أن نكون في موقع مثل موقع تغنيف نطالع على عديد من المعلومات المهمة في الجانب التطبيقي من خلال تعامل مع المواد المستخرجات الأثرية ترميم هذا العدم عبارة عن ضلع من حيوان كبير سواء فرص نهر أو واحد قرن نقوم بتنظيف وترميم هذه العظام بعدها تعرض في المركز لدينا لوقات جديدة تتكون من عظام حفرية حيوانات من نوع الصفانة الغابرة يعني فيالا، فرص النهر، وحيد القرن، غزلان، أكلة اللحوم هذه الحفرية التاريخية التي يتم العمل على إدراجها ضمن الآثار الثمينة تؤكد أقدمية الحياة في الجزائر